في يوم صيف مشمس كانت جاكلين الفتاة الجميلة ذات العشرين عاما تستمتع بنزهة في الحديقة العامة في مدينتها الصغيرة كانت محبوبة من قبل الجميع معروفة بابتسامتها الدافئة وطموحها الكبير لم تكن تتوقع أبدا أن حياتها على وشك أن تنقلب رأسا على عقب في لحظة غير متوقعة انقطعت الكهرباء في الحديقة وانتشر الذعر بين الناس كانت لحظة مثالية للتخفي واستغلها مجرم مجهول لاختطاف جاكلين استيقظت جاكلين بعد ذلك في مكان مظلم وبارد أدركت أنها في سرداب ضيق بلا نوافذ وباب مغلق بإحكام مرت الأيام والأسابيع ببطء وكانت جاكلين تجد نفسها معزولة تماما عن العالم الخارجي لم يكن لديها أي وسيلة للتواصل ولا تعرف لماذا تم اختطافها كانت تتلقى الطعام والماء من خلال فتحة صغيرة في الباب لكن الشخص الذي كان يوفر لها هذه الأشياء لم يظهر أبدا وجهه كانت جاكلين تقضي وقتها في التفكير في حياتها وعائلتها وكانت تشعر بالألم والوحدة كانت الأيام تتحول إلى أسابيع والأسابيع إلى شهور والشهور إلى سنوات حاولت مرارا الهروب ولكن دون جدوى كان السرداب محكم الإغلاق وكل محاولاتها للوصول إلى العالم الخارجي باءت بالفشل ومع ذلك لم تفقد الأمل كانت تؤمن بأن هناك دائما فرصة للهروب بعد عشر سنوات من العزلة بدأت تلاحظ تغيرات صغيرة في جدران السرداب كانت هناك تشققات صغيرة ورائحة هواء طازج كانت تتسرب ببطء مع مرور الوقت تمكنت جاكلين من اكتشاف أن هذه التشققات تؤدي إلى ممر سري قديم بكل ما تبقى لديها من قوة وإرادة بدأت جاكلين في توسيع هذه التشققات باستخدام كل ما يمكنها العثور عليه في السرداب استغرقت العملية أسابيع ولكنها أخيرا تمكنت من خلق فتحة كبيرة بما يكفي لتخرج منها خرجت جاكلين من السرداب إلى عالم خارجي لم تره منذ عشر سنوات كان العالم قد تغير وكذلك جاكلين بدت المدينة مختلفة والناس كانوا أكثر انشغالا بالتكنولوجيا الحديثة لم تكن جاكلين تعرف ما حدث لها ولا لماذا تم اختطافها لكنها كانت ممتنة لأنها أخيرا حرة عادت جاكلين إلى عائلتها التي لم تفقد الأمل أبدا في عودتها كانت العودة صعبة حيث كانت تواجه تحديات نفسية وجسدية للتكيف مع الحياة الجديدة ومع ذلك بفضل دعم عائلتها وأصدقائها بدأت في استعادة حياتها بدأت الشرطة بالبحث عن حقيقة من قام باختطاف جاكلين لتعلم أن عمها هو من اختطفها كيدا في والدها الذي تزوج والدتها التي كان يحبها هو وكان يتلذذ وهو يراهم يتعذبان بفراقها لكن جاكلين لم تعد تهتم بتفاصيل الماضي كانت الآن تركز على المستقبل وتحاول استعادة سنواتها المفقودة تم القبض عليه عم جاكلين وقدم للمحاكمة هذه القصة تعبر عن الأمل والقوة والإصرار في مواجهة الصعاب وتجسد رحلة شخص واجهة الظلم والعزلة لكنه لم يفقد الأمل في العودة إلى الحياة ترجمة نانسي قنقر